اهلا بكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة من مقارنات الخنفاري النهاردة هنقارن بارفانين كلمنا عنهم كتير الفترة اللي فاتت فارزاتشي ايروس مع بوس بوتلد ليه بقارن بارفانين دول انا بقارنهم لان انا جالي كزا كومنت لما ذكرت بوس بوتلد فترة اللي فاتت هو احسن ولا فارزاتشي ايروس والسؤال ده تكرر كتير فاقلت عمل المقارنة دي هنتكلم ايه البرفانين دول ايه وضعهم ليه هما ممكن يتقارنوا ببعض وفي الاخر ممكن نقول تجيب مين فيهم او نصحك ان انت تجيب مين فيهم قبل ما نبتدي يا ريت لو مش عمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب ويكتبلي في كومنتات لو فيه اي بارفانات عايزني اتكلم فيها او فيه يعني افكار متعليقة والبارفانات او مقارنات عايزني اعملها ويديني فيدباك في العمور نرجع للبرفانين دول رزاتشي ايروس ولا بوس بوتلد خلينا الاول نبتدي بالاقدم الاقدم اللي هو في الحالة دي هيبقى بوس بوتلد البوس بوتلد هو برفان قديم من شركة بوس هو ده فخر شركة هو البرفان ده فعلا يعني يعتبر ان هو مجاح صاحق لصناعة البرفانات الالمانية البرفان نحق النجاح واسق اوي اول ما نزل عمل ضجة جمد اوي لانه ابتدع خط جديد برضو من البرفانات حطين فيه دفاع حطين فيه ارفة فالميكس عمل ميكس رهيب بصراحة البرفان ده نازل اعتقد في التسعينات اظن ومن ساعتها برضو يعني ايه عمل ضجة جمدة والغاية دلوقتي الضجة موجودة ولكن يمكن في اوروبا اكتر من البلاد التانية البرفان حتى الان محافظ على تركبته النجحة ولكن مش محافظ على اداءه بمعنى ان على مدار السنين اللي فاتت تتغير شوية فيه حاجات فما بقاش زي الاول يعني عملوا فيرجانات جديدة منه ما بقاش زي الاول ونزلوا منه كذا فلانكرز ونزلوا منه اليد بي والإنتنس ومش عارف حاجة تانية كده مش فاكر كان لونه ابيض قريبا هو اسود مش فاكر بس انا دائما بروح للوريجنال الوريجنال هو اللي كويس حتى الان يعني بالنسبة لي الريحة بتاعته مرضية جدا بتفكرني بالقديم اوي ما تلعبش فيها جامد اوي ولكن الاداء هو اللي اصبح متواضع عن الاول الفيرزاتشي ايروس على النقيد هو برفان جديد الى حد ما مش قديم اوي البرفان برضو تركبته مميزة وجميلة فيرزاتشي سلك ايطالي فالطلعنا بيعني وعندهم الجور ان هم بيعملوا تركيبات جديدة وصارخة البرفان برضو معتمد على التفاح والنعناع مش القرفة فتحس ان هو فريش اوي تحس ان هو منعنش وصيفي وبلايفول وسيكسي ولود ويعني صارخ اوي وكل حاجة البرفان ستايله مختلف تماما البرفانين فعلا يعني على الجنب الاخر من بعض الاتنين ملهمش يعني مفيش حاجات مشتركة ما بينهم غير ان هو فيهم تفاح في الاساس ولكن التفاح اذا كان هو البيز تفاح الارفة في ده مخليها ان هو وليه وقاره وليه هبته البرفان ده انعناع مخليه ان هو يعني ايه شبابي شوية او ان هو يبقى لوقات المرح والفن والفرفاشة والكلام ده البرفانين ينفع تستخدمهم في معظم المواقف بشكل عام ولكن في الشتاء مش قوي مع الفرزاتشي ايروس الفرزاتشي ايروس منصحش ان انت تستخدمه في الشتاء كتير انا شخصان بستخدمه ولكن مثلا مرتين تلاتة في مواقف محددة قوي البرفان بقى يعني البوس باطل البوس باطل انت ممكن تستخدمه على مدار السنة حتى في الشتاء مفيش مشاكل وينفع قوي في الرسميات والمكاتب والحاجات اللي هي الاوفيشال قوي او انت لابس بدلة والكلام ده البرفان يبقى ممتاز وبرضو ينفع ان انت كاجول لكن الفرزاتشي ايروس الفرزاتشي ايروس يمكن محدد شوية ان انت في الصيف الصيف الحر ولابس كاجول والهوا مفتوح وكل حاجة ماينفعش ان انت تحطه في مكان مغلق لان ريحته عالي قوي فلو انت رايح شغل مسلا في مكتب هتقعد 8 ساعات ولا حاجة في المكتب والمكان مقفول هتبقى مزعج اللي يعني عمل لهم ازعاج وبتحاول بشد قوي ان انت تقول لهم انا هو خدوا بالكم مني فالبرفان ما يصحش انك تحطه في مواقف زي دي زي ما قلنا قبل كده الفرزاتشي ايروس فيه منه الفلانكر التاني عملت له مقارنة هسيبها لك في الديسكريبشن واتكلمت فيها عن البرفانين دول وانهي الاحسن من وجهة نظر الشخصية فيه ناس بتتفق معايا وفيه ناس برضو بتقول ان الفليم احسن هي ازواق شخصية بس انا لسه عند رأيي ان البرزاتشي ايروس العادي هو الاحسن ودائما بقول هات تركيز الEDT هات الـ اودو توليت ما تجيبش الEDP هتصرف فلوس على الفاضي وما فيش فرقات تذكر ما بين الاثنين البوس باطلد البوس باطلد برفاني لسه غير دلوقتي محافظ على مكانته واحترامه وهبته ولكن فيه ناس بقى يعني ايه بتبتدي تقول ان الدين ايه ده قدم شوية وما بقاش مودرن زي الاول فانا معهم في النقطة دي ولكن البرفان من البرفانات اللي هي مش يعني مش هتقدم مش هيعافو عليها الزمن خلاص ما تقدرش تقول ان خلاص راحت عليه لسه منافس قوي لبرفانات كتير في السوق ولكن ظهر حاجات بقى كتير يعني ايه واخده واخده يعني خطوة للمستقبل شوية ولكن البرفان لسه انا بنصح الناس ان هي تجيبه البرفان كويس هتبتبقى دافع فلوسها في حاجة جودتها محترمة البرفان الماني فها يعني الجودة المانية الفيرزاتشي ايطالي فالجودة ايطالية فقارن مارسيليس بفيت انت حر من ناحية الاداء عشان ابقى حقاني الاطاء اللي طلعين هكسبه المرة دي اداء ده قوي اقوى من البوس بوتل الفوحان بتاعه قوي جدا الاداء بيقعد بالتمن ساعات تقريبا وفي الصيف مسلا في الحر الجمد ممكن يقعدك فوق الخمس ساعات البوس بوتلد هيبقى لحد ما متواضع لو قارنتوا بداه البوس بوتلد ممكن يقعدك الفوحان القوي مسلا ممكن يبقى ساعة ونص ولا حاجة وبعد كده بيبتدي قلي قليل لغاية ما بيختفي مسلا بعد اربع ساعات ولذلك انا بقول على مدار السنين الاداء بتاعهم يبقى جزي الاول ده اول منزل كان اداءه خارق بس دلوقتي خلاص لأسف كان عادة برضو الشركات كلها بتخنصر وبتركز على المكاسب ولكن لسه الاداء مقابول يعني يمكن كمان فوق المقابول الاداء جيد الفرزاتشي ايروس يتفوق في نقطة الاداء في نقطة السعر اقدر اقول ان البوس بوتلد يتفوق على الفرزاتشي ايروس الميت ميلي من البوس بوتلد بيطراوحه مسلا من 35 ل 45 دولار يعني يجي بورتيك والفرزاتشي ايروس ممكن يعدل 50 دولار مستريح فيه احيانا بتبقى عروض على الاثنين والفروقات مش جندة ولكن لو هنقال مين الارخص الارخص هو البوس بوتلد البوس بوتلد برضو يمكن نقول انها فقط تمييزه شوية لان ناس كتير جربتوا على مدار السنين اللي فاتوا يمكن بقالوا يعني داخل في 20 سنة فانت بتتكلم ان ناس كتير عب عليها البرفاند وخلاص اصبح مألوف الفرزاتشي ايروس لسه خط جديد يعني لسه ااخد هيبة شوية تجيب مين فيهم لو انت استخداماتك معظمها وان انت برة وما فيش رسميات كتير وانت راجل كاجول في نفسك هاتف الفرزاتشي ايروس هيبقى مناسب جدا ليك لو انت معظم وقتك ان انت بتبقى في مكاتب وعربيات او حاجات مغلقة يعني مش مكان مفتوح البوس بوتلد هينفعك وبرضو هينفعك في الاوقات اللي فيها كاجول فالبرفانين انا انصح ان انت تجربهم الاول قبل ما تقرر هتجيب مين فيهم لو عندك القدرة المادية ان انت تجيب الاتنين هاتف الاتنين البوس بوتلد عمرو ما خزني في اي موقف انا حطيته فيه الفرزاتشي ايروس ما خزنيش برضو في اي موقف انا حطيته فيه ولكن في الموقف المناسب ما تبقاش مثلا رايح اجتماع وحطت فرزاتشي ايروس انت مش رايح ترقص فاعرف انت هتحط ايه في انهي وقت ولكن البرفانين فعلا هيبهروك بادائهم وتركباتهم وجودتهم الجودة لسه كويسة وما فيش اختلاف عليهم مع اي حد يعني كل الناس بتجزي من البرفانين دول من اقوى البرفانات اللي ممكن تجربها في حياتك